احنا عندنا مواسم مواسم كلها مواسم خير احنا عندنا موسم بيمر علينا دلوقتي وهو موسم ساعات الاهالي بيشوفوه موسم مليان بالأعباء بس انا بشوفه موسم مليان بالنور ليه؟ عشان الحلقة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هو موسم دخول المدارس بيبدأ الاهالي بقى يحسوا بالمعاناة مع أولادهم معاناتهم نهدت بقى ازاي هيذكروا بقى واول ما تدخل المدارس تحس ان الناس بتلبس ايه؟ بتلبس الأفارول وساعات بتلبس المموه عشان تنزل بقى ايه؟ عتقاتل واحساسهم بيبقى عندهم احساس عالي بالضغط سواء الأباء أو الأولاد سواء الأباء والأمهات أو الأولاد لكل البيت بيحس بان هو دخل في زيت مغلي كله حط ييده في زيت مغلي ويحسوا ان الضغوط دي تفوق طاقتهم ده حقيقي بيحصل كده من الناس وبيحسوا ان المدارس دي لما بترجع هم بيفضلوا سكتين الأباء والأمهات سكتين مش قادرين ينطقوا بس هم حاسين ان هم في لحظات معاناة وتعب وكد وساعات وحنا في عز التعب والمعاناة ده بننسى نسأل نفسنا هو احنا بنعمل ده كله ليه؟ يعني السؤال احنا بنعمل ده كله ليه؟ نيجيه لك عشان نعلم أولادنا ده هو السؤال بقى احنا بنعلم أولادنا ليه؟ ويهي أنسب الطرق اللي ممكن تساعدنا على تعليم أولادنا وان احنا نتعلم بيها عدم معرفة أولادنا الجواب على التساؤل احنا بنتعلم ليه؟ بيخليهم حاسين ان التعلم عب وضغط ايه ده؟ واحنا ممكن نقول لك ما يكونش أولادنا عارفين هم بيتعلموا ليه؟ من غير محد يزعل اه هم شايفين ان التعلم ده احنا بنعلمهم ان التعلم ده هو ده تتطور الطبيعي للحياة التطور الطبيعي للحياة ان انت تكون بتلعب في النادي او بتلعب في البيت وبعد ما تلعب تروح المدرسة عشان تعمل ايه؟ عشان اتعلم يعني ايه بقى اتعلم؟ هم مش عارف هو عارف ان ده التطور الطبيعي للحياة ان انا اروح الكيجي يعني ايه تروح الكيجي؟ هم مش عارف ونزاك اول الواجبات على المربي اللي هو الاباء والامهات وكمان الاسادزة حتى في الكيجي حتى في الاول خالص انا بحب ان التعلم ده ما يبقاش فكرة التعلم النظامي المدرسي لكن فكرة التعلم اوسع بكتير من التعلم في الحضانة او في المدارس او في الجامعات المربي لازم يعلم ابنه حقيقة مهمة جدا ان انا تشوفوا ان دايما بستخدم لفظ ايه؟ المربي ما بقولش الاب او الام على فكرة مش كل اب مربي ومش كل ام مربية فلازم نعرف ان التربية مهارة زائدة على الولادة والابوة النسبية يعني ايه؟ يعني احنا عشان نقدر ان ربي اولادنا عايزين مهارات فوق ان احنا ذكروا انثى واحدة ولدت واحد كان سبب في هذا الميلاد فاحنا محتاجين نعمل حاجة فلذلك اول حقيقة لازم نعلمها لأولادنا عشان نقدر نخليهم يعرفهم وما بتعلموا ليه؟ ان العلم حياة يعني ايه من العلم حياة؟ مفيش خطوة من خطوات حياتنا الا وبنحتاج فيها الى العلم انا ودلوقتي بكلمكم انا محتاج ان انا اعرف اتعلم ترتيب الكلام انا وبحتاج ان انا اكل عارف ان انا بعض القواعد لا تتعلق بالاكل فانا كل حياتي محفوفة بالعلم فالانسان ما يقدرش ينفك ولولي لحظة ولولي نفس عن العلم اذا لما بنقول ان العلم حياة فده شيء مهم وشيء حقيقي اما اختزال العلم في فكرة ان الدراسة غايتها تحصيل الدرجات او تحصيل الشهادات او حتى ومحدش يزعل او حتى ان العلم غايته ان نجاهز حد لسوق العمل مش هو ده العلم دي اسمها الدراسة الموجهة لكن العلم اوسع بكتير من ده يبقى احنا مش محتاجين ان احنا اختزل العلم اختزال العلم هو اختزال للحياة ولذلك من الضروري من الاشياء الضرورية جدا والمحفزة لأولادنا على التعلم استثمار اللي تعلموه في انشطة ومجالات متنوعة في حياتهم مش مقتصرة بس على انهم اكتسب قرش مثلا اما بيمرسوا رياضة معينة وتعلموا منها مهارة زي مثلا تسديد الاهداف فاتشجعهم وتدربهم على استثمار المهارة دي في مجالات الحياة المختلفة